بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء وتحليل الربحية الاستراتيجية مكونات المقياس المتوازن للأداء المقياس المتوازن للأداء يتكون من أربع منظورات وهو يمثل البطاقات الأربع والتي تشتمل على أربع أعمدة هي الأهداف تسجل فيه بهذا عمود الأهداف تسجل فيه الأهداف الخاصة بالمقياس المؤشرات تسجل فيه المؤشرات التي ستستخدم لقياس كل هدف المستهدف تسجل فيه القيمة المستهدفة للمؤشر في نهاية الفترة سنة مثلا المبادرات تسجل فيه المبادرات أو الأشياء التي ستقوم بها لتحقيق الهدف شكل المقياس المتوازن للأداء هذه الأربع أعمدة عمود الهدف عمود المؤشر عمود المستهدف عمود المبادرات نسجل هنا الأهداف المالية ثم بعد ذلك نسجل الأهداف من منظور العميل ثم الأعمالات الداخلية ثم التعلم والنمو موسيقى